اخر حاجة هنتكلم فيها في المالاريا هو احنا بنختار العلاج بتاعنا بناء علي بيختلف من حالة للتانية بناء على الحالة اللي قدامي يعني انا لو عندي حالة كولوروكوين سنستف فلسيبارا او مالاري هعليجها بايه ولو عندي حالة انفكشن بالبلازموديا ميفاكس او فال هعليجها بايه طيب لو كولوروكوين او كولوروكين رزيستنت فلسيبارا هنعليجها ازاي طيب لو عندي سيفير انفكشن او كومبليكيت انفكشن هنعليجها ازاي طيب نبدأ باول حالة قدامنا اللي هي حالة الكولوروكوين سنستف فلسيبارا طبعا طالما بتستجيب للكولوروكوين يبقى استخدم فيها الكولوروكوين بمنتهى السهولة طيب اما لو عندي بلازموديا ميفاكس او وفالي هستخدم فيه كومبينيشن او دويين مع بعض عشان البلازموديا ميفاكس او وفالي بيعملولي ريلابس او ريكارنس فاستخدم اول حاجة الكولوروكوين وبعده البريماكين ده في حالة الفيفاكس والاوفال اما لو كولوروكوين رزيستنت فلسيبارا الدراج او الفيرس لاين افتريتمنت هنا بابدأ بالكنين بابدأ بايه بالكنين وبضيف على الكنين انتيبيوتك مضاد حيوي زي الدوكسي سايكلم او الكلين دامايسين او الفانسي دور حلو حلو طب انا لو لو الفيرس لاين ده او الدراج افتشوز ده مش متوفر معايا او مش توفر عندي اعمل ايه ابدأ او خد الدواء البديل الالترنيتف اللي هو الميفلوكوين او المالرون والمالرون ده عبارة عن عن كومبينيشن عبارة عن دوين مع بعض اللي هما العطوفة عطوفة كون والبروجوانيل ده بالنسبة لحالة الثالثة اللي معانا اللي هي الكولوروكين طب انا بقى لو عندي حالة خلاص سيفير او خلاص هتخلها انترافينس هديها كينيدين انترافينس طب مفيش كينيدين يديها دواء تاني اسمه الارتي سانيت الارتي ايه سانيت واضيفها الارتي سانيت عشان دي حالة سيفير طبعا الدوكسي سايكلم او الكليندا مايسين معلاش كده يا جماعة بالنسبة لحطة دي بيجي لنا في الامسي كيو من هو الانتي بيوتك اللي بيستخدم لي في علاج الانتي مالاريا تمام اه تعرافوا معي ان الانتي بيوتك اللي بيستخدم في علاج المالاريا او بيدخل لي في علاج المالاريا الدوكسي سايكلم والكليندا مايسين بتيجي في الامسي كيو كتير ده بالنسبة لاختيارات العلاج طب دلوقتي انا عندي واحد مسافر رأيي البلد الافريقية. وعايز ياخد وقاية من المالاريا. تمام? ياخد وقاية من الايه? عشان ما يحصلوش انفكشن بالملاريا. طيب هو لو رايح منطقة آآ فيها للكلوروكين. يعني كولوروكين سينسيتف اريا. هتدي له طبعا كولورو كين. طيب لو رايح منطقة كولوروكين أو كولوروكين اريا هتدي له ايه? مفلوكين عشان كولوروكين ما نفعش في طيب هو لو رايح منطقة فية بتااا بتقوم معظم الأدوية هتدله الانتبيوتوك اللي عندنا اللي هو او اللي احنا عرفنا اللي هو من العطوفة العطوفة كون والبروجوة طيب انا لو عايز اعمل من البلزموديم قوباكس طبعا احنا عارفين مين المتخصص في بتاع الليفر اللي هو البريما ده بالنسبة لاختيار الدواء اللي بستخدمه في البروفلاكسيس كولوروكين تاب رزيستانت اريا مفلوكين مالت دراج رزيستانت دوكسي سايكلين او مالارون الترمال البروفلاكسيس البريما كين تعالوا بقى نشوف الجرعة بتاعت كل وقت فيهم تحفظوها بس كده يعني تخلي عنيك وتمر عليها مش اكتر جرعة الكولوروكين اللي هو اول دو عندنا خمسمائة ملي جرام اسبوع اه اسبوعيا يعني بغطو خمسمائة ملي جرام اسبوعيا ببدأ ببدأ العلاج اسبوعين قبل السفر او من اسبوع لاسبوعين قبل السفر وبستمر عليه اربع سبيع بعد ايه بعد ما اسيب الليه البلد الافريقية اللي انا كنت فيها يبا ببدأ العلاج قبل ما اسفر باسبوعين وبستمر عليه بعد ما اسيب المنطقة اللي كنت فيها باربع سبيع طيب المفلوكين نفس مدة العلاج بتاعت الكولوروكين. بس الجرعة بدل مع ديها تبقى تبقى خمسمية. هتبقى ايه? تبقى متين وخمسين. طيب لو عندي مالت رايح مالت رايزستان تارية. فاستخدم دوس او مالارون. الجرعة بقى هتبقى عبارة عن ايه? والله ببدأ العلاج بتاعي بيومين قبل مسافر. ببدأ العلاج يومين قبل مسافر. وبستمر عليه بعد ما اصيب البلد اللي كنت فيها. لمدة اربع سبيع او لمدة اسبوع. طيب. بستمر عليها لمدة اربع سبيع. لو انا هاخد دوكسي سايكلين. وبستمر عليها لمدة اسبوع واحد لو انا هاخد مالارون. هفتكرهم ازاي لو هتاخدوا بالكم معي هتلاقي المالارون اخر مكتع وان. وان يعني واحد. هو اللي بستخدمه لمدة اسبوع. اما هو طبعا اللي اعب بهيه لمدة اربع سبيع. واخر دوعة معنا اللي هو بستخدمه يوميا لمدة اربعتاشر يوم. وبصوا على الجدول ده كده عشان اللي معهوش الجداول. ده الترتيب اللي انتم شايفينه ده. من ومن الالترنيتف. اه وده او البروفلاكسس قبل ما سافر اي بلد فيها مالاريا. الدواء اللي هستخدمه. والايه? اه والجرعة بتاعت كل دو.